وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء والذي يجمعنا بسماحة الوالد العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له وتفضله في تلبية الدعوة في هذا البرنامج فتاوى أهلا ومرحبا سماحة الشيخ حياكم الله وبرك فيكم نقول أيها الإخوة والأخوات عاد الحجاج والعمار إلى أهلهم وذويهم بعد أن من الله عليهم بأداء هذا الركل العظيم من أركان الإسلام فتنقلوا بين المشاعر في يسر وسهولة فجز الله أولئة أمرنا خير الجزاء على ما قدموا وساهروا في خدمة الإسلام والمسلمين وفي خدمة حجاج بيت الله الكريم أيها الإخوة والأخوات لعل من نافلة القول أن نذكر بهذه النعم التي تنعم بها بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية ونكثر من الثناء والشكر لله عز وجل بهذه النعم نعمة الأمن والأمان نعمة ترابط الصف ووحدة الكلمة واجتماع الكلمة والالتفاف حول أولاة أمرنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا سماحة الوالد الحاج وهو يعود إلى أهله بعد أن أدى هذا الركن العظيم الشيخ صالح ماذا يجب عليه وحال الحاج بعد هذا الركن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما تفضلت فإن هذه النعم العظيمة التي منى الله بها على المسلمين عموما وعلى هذه البلاد خصوصا نعم عظيمة تستوجب منا الشكر لله سبحانه وتعالى الذي قال وإذ تأذن ربكم لَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَا إِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ فالنعم تقيد بشكرها وذلك بأن يحمد الرب سبحانه ويشكر على ما من به على المسلمين في أداء هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام بأمن وإيمان ويسر وسهولة هذه نعم عظيمة نشكر الله سبحانه وتعالى عليها ثم نشكر أولاة أمورنا الذين قاموا على هذه المشاعر وأحاطوها بكل ما يحتاجه المسلمون من الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي إنها نعم عظيمة ولهذه الدولة المباركة يد ولله الحمد في توفير ما تحتاجه الحجاج والمعتمرون والزائرون للمسجد النبوي الشريف هذه نعم عظيمة ويشكر عليها الله جل وعلا أولا فهو مسديها وموليها ثم تشكر هذه الدولة التي وفرت للمسلمين كل ما يحتاجون إليه في هذه المشاعر العظيمة وعظم ذلك بسط الأمن وتوفير كل ما يتطلبه المسلمون في هذه المشاعر من تيسير ومن مراعات ومن متابعة وهذه لا شك أن الله من على هؤلاء أولاة أمورنا من الله عليهم وأجرى على أيديهم هذه النعم العظيمة التي عاش تحت ظلها المسلمون الحجاج من مشارق الأرض ومغاربها حتى أنهوا مناسكهم بوسر وسهولة وأمن وإيمان طمأنينة ثم عادوا بسلامة الله إلى أوطانهم يحملون معهم هذه المشاعر العظيمة وهذه المواقف العظيمة التي وقفوها وأدوا مناسكهم بوسر وسهولة وإعانة من الله سبحانه وتعالى وهذه نعم متتابعة فلله الحمد والمنة ونشكره على فضله ونسأله المزيد من إحسانه علينا وعلى المسلمين عامة إنه قريب مجيب نعم الحمد لله على نعمه سماحة الوالد أحد الإخوة يسأل يقول أرجو من سماحة الشيخ صالح أن يحدثنا عن شهر الله المحرم وعن فضله وعن صيامه كاملا مأجورين نعم شهر الله المحرم ثبت فضله بقوله صلى الله عليه وسلم حب الشهور إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم وفي أوله في أول شهر الله المحرم العاشر الأول منه فيها مزيد فضيلة لأنها الأيام التي نصر الله رسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام على عدوه وجنوده أهل فرعون فهذا شهر عظيم وأحب الشهور إلى الله بعد شهر رمضان وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأكده أكده التاسع والعاشر أكده العاشر ويوم قبله أو يوم بعده يستحب صيامه طاعة لله لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى أو أولى بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وأمر بصيامه يوم قبله وهو التاسع أو يوم بعده وهو الحادي عشر مخالفة لليهود فهو شهر عظيم وشهر فاضل وفيه وفيه نصر موسى عليه السلام وقومه المؤمنين من بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه وصوم يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود أكمل ما يصام ثلاثة أيام صوم يوم قبله ويوم بعده معه تكون ثلاثة أيام هذا أكمل ويليه في الفضيلة أن يصومه ويصوم يوما قبله أو يوما بعده يعني يصوم يومين وكذلك صيامه وحده بدون يوم قبله أو يوم بعده فصيامه على ثلاث مراتب صيام ثلاثة أيام يوم عاشورة ويوم قبله ويوم بعده صيام يوم عاشورة وصوم يوم قبله أو يوم بعده صيامه فقط وحده كل هذه سنن ومستحبات وفيها خير كثير نعم صيام الشهر كامل أنا شيخ نعم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صيامه كاملا أفضل نعم أحسن الله إليكم هذا بعث بسؤال يستفسر فيه عن أبرز كتب التفسير ومن هو شيخ المفسرين شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله وتفسيره هو أحفل التفاسير تفسير بكتاب الله ثم يفسر القرآن بالقرآن ثم يفسر القرآن بالسنة ثم يفسر القرآن باللغة التي نزل بها فهو أعظم التفسير تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا يسأل عن سجود السهو يقول من عادة أن يكون سجود السهو قبل السلام في كل أموري هل هذا جائز؟ لا بأس بذلك سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام كله سنة كله مشروع صام بعد السلام أو صام قبل السلام إلا أن العلماء يقولون إن كان سجود السهو عن نقص في الصلاة فالأفضل أن يكون قبل السلام لأنه جبران وإن كان وإن كان سجود السهو عن شك عن شك في الصلاة من زيادة أو نقصان فإنه يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان نعم جزاك الله خير يا شيخ الأخ سوداني مقيم بالرياض يقول سمحت الشيخ صاح الفوزان من أفضل من كتب عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل الكتب في ذلك نعم فيها كتب كثيرة فيها كتب كثيرة فمن أفضلها وأشملها كتاب بن جرير الطبر رحمه الله فإنه كتب تاريخا حافلا ومنه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تاريخ بن جرير المشهور وكذلك الإمام بن القيم رحمه الله كتب عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه المشهور الذي يتضمن سيرة الرسول وما فيها من الفقه وسماها زاد المعاد في هدي خير العباد نعم يقول لأقارب وأرحام متفرقين في المملكة العربية السعودية في الشمال والجنوب أي من الأعياد يقول فضيلة الشيخ أكتفي فقط برسالة أو مهاتفة هل يكفي ذلك؟ هذا أقل شيء إذا زرتهم بنفسك وجلست معهم وهذا أفضل وإلا على الأقل أن تتصل بهم في التلفون أو في الجوال وهذا يحصل به المقصود نعم ما زلنا معكم أيها السادة أيها الإخوة والأخوات مع برنامجكم فتاوى والذي نستغيف فيه سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئته كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح دائما نذكركم أيها الإخوة والأخوات بأن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة وأن تكون أيضا على تلفون البرنامج والذي سيظهر على الشاشة قريبا ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ نعم مناسبة وسببه أن معاذ كان يطيل الصلاة بقومه فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه ويطيل القراءة حتى جاء أنه قرأ سورة البقرة فبعضهم لهم أشغال لهم أعمال انفردوا عنه وأكملوا صلاتهم سلموا لأنفسهم وذهبوا إلى إلى أشغالهم التي تضيع عليهم وتفوت عليهم فعتب عليهم معاذ رضي الله عنه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلام معاذا على هذا وقال له أفتان أنت يا معاذ يعني بسبب أنه يطيل الصلاة بقومه وأيضا يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه نعم يقول اشرحوا لي حديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة الحديث واضح أنه يصلي الليل ما يسرد الركعات سلام واحد بل يسلم من كل ركعتين يسلم من كل ركعتين هذا هو التهجد والوتر يكون بواحدة يكون بواحدة قبله الشبع ركعتين والوتر واحدة يكون ثلاث ركعات هذا هو السنة نعم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد بالغ بالثناء نعم هذا آثر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا صنع إليه معروفا وقال جزاك الله خيرا فدعا له بالخير فإنه بالغ يعني أكثر من الثناء عليه نعم تقول الأخت مرام لأخت ولله الحمد قائمة بأوامر ربها ومحافظة على الفروق ولكنها يا شيخ عندها مشكلة في الوضوء فتتعبنا وتتعب الوالدة وأخواتي تجلس في الحمام أكثر من نصف ساعة أو ساعة لربع على شان الوضوء نرجو منكم يا سماحة الشيخ صالح أن تنصحوها وما حكم الوضوء هذا والصلاة هذه المصابة بالوسواس وهو مرض نفسي فعليها أن تستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأن تترك هذا الوسواس وأن توجز المدة التي تتوضأ فيها تخفيفا على نفسها وتخفيفا على أهلها نعم هذا يسأل الشيخ موقيم بالرياض ما مقدار الصاع النبوي وهل نعمل به فضيلة الشيخ أثناء زكاة الفطر نعم الصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا هذا ما افتت به اللجنة الدائمة أنه ثلاث كيلو تقريبا نعم يقول فضيلة الشيخ السائل بأنني ميسر وعندي أموال ولله الحمد وعندي شقق وأعطي زكاة مالي كل رمضان لأخواتي أقسم بينهن ويكون الواسطة والدتي فأعطي والدتي تقسم على أخواتي هذه الزكاة هذا شيء طيب إذا كنا فقيرات إذا كنا فقيرات خواتك فقيرات استحقات للزكاة فهن أولاء بزكاة نعم من الأسئلة التي وردت فضيلة الشيخ الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والدعوة هذه مسألة في أخلاف في الأحاديث الضعيفة هل تترك ولا يعملوا بها الصحيح أنها يعملوا بها في التخويف في في فضائل الأعمال في التخويف وتحذيل ولا يعملوا بها في الأحكام لا يؤسس عليها أحكام فقهية وإنما يعملوا بها في الترغيب والترهيب فقط نعم فضيلة الشيخ الذي قدم من السفر ورد في الحديث قرأت يقول بأنه يصلي ركعتين قبل أن يدخل البيت إذا لم يتيسر صلاة الركعتين فهذا عليه شيء هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر يذهب إلى المسجد يصلي فيه ركعتين هذا سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا فعله المسلم فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول أرجو من سماحة الشيخ أن يشرح لي حديث البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك ويذكر أمثلة على ذلك نعم هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد أن يسأله قبل أن يسأله قال له النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر البر ما حاك في نفسك هو البر ما حاك في نفسك وأحببت أن يطلع عليه الناس أو ما هذا معناه والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس فهذا المسلم يرجع إلى نفسه إذا طمأنت إلى عمل من الأعمال أو فعل من الأفعال طمأنت نفسه إليه مع ورود دليل يسنده فإنه هذا من البر نعم يقول هذا السائل أبو عمار شيخ حدثوني عن مكانة التوحيد من بين سائر العبادات وما فضل التوحيد مأجورين توحيد هو الأساس الأعمال ما تقبل إلا مع التوحيد أما إذا كان هناك شرك بالله عز وجل فإنه لا يقبل عمل الشرك والكهر لا يقبل معه ما عمل قال الله جل وعلا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور أعمال المشركين وأعمال الكفار التي لم تبنى على عقيدة صحيحة نعم من الأسئلة التي وردت يا شيخ يقول هذا السائل أبو سالم ما رأيكم في الرؤى المنامية وهل يؤخذ بها يا شيخ الرؤية حق الرؤية حق وهي على ثلاثة على ثلاثة أنواع النوع النوع الأول لن تكون حديث نفس ثاني حدث في يقضته بأمور ثم ينام ويراها هذا حديث نفس الثاني من أنواع الرؤى ما كان من على يد الملك ملك الرؤية ملك الرؤية فهذا حق والثالث أضغاث أحلام أضغاث أحلام يكون يفكر في أشياء وهو في يقضته فإذا نام عرضت له أضغاث أحلام نعم هل ورد عن ابن سيرين بأنه كان يا شيخ يفسر الرؤى نعم مشهور عنه ذلك بارك الله فيكم من فقرات الأخ السائل يسأل عن التداوي بالقرآن وما حكمه وكيفيته التداوي بالقرآن يعني عن طريق الرقية هذا أحسن الأدو يهو أعظم لاستشفى بكتاب الله عز وجل بأن يقرأ على المريض وعلى المصاب أو الإنسان يقرأ على نفسه أو على أولاده هذا أعظم أعظم ما يعالج به المرض بإذن الله نعم يقول شيخ المحدث هل له أن يمس المصحف أو كتب التفسير وكتب الأحاديث المحدث حدثا أصغر أو أكبر لا يجوز له أن يمس المصحف مباشرة أما إذا مسه من وراء حائل أو مسه بواسطة في يده كالمصطرة والقلم ونحو ذلك فلا بأس بذلك نعم وبالنسبة للأخت الحائض هل لها أن تدخل المسجد وتقرأ من وراء حائل للقرآن لا تقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف ما دامت حائضا والجنوب كذلك لا يقرأ القرآن ولا آية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمسه عن تلاوة القرآن إلا الجنابة نعم يشتهر الشيخ صالح عند عامة الناس بأنهم يمسحون على الخفين خمس صلوات فقط ثم بعد ذلك يعيدون مرة أخرى ليس العبرة بعدد الصلوات العبرة بتمام المدة ابتداء من أول مسح بعد حدث من أول مسح بعد حدث إذا توضى ولبس الخفين أو الجور بين الساترين فإنه تبدأ مدة المسح من انتقاض الوضوء هذا الوضوء الذي لبسهما عليه أول حدث ينتقض به الوضوء هو بداية المدة نعم يقول الشيخ صالح هذا الأخ ما المراد بالآية الكريمة وأشرقت الأرض بنور ربها نعم إذا جاء الله جل وعلا جاء بنفسه لفصل القضاء بين عباده فإن الأرض تشرق بنوره سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذه أخت سائلة تقول بأن لدي مجموعة من الأولاد وقد قرأت بأن عند غروب الشمس تكثر الشياطين فأدخلهم وأخاف عليهم وعندي خوف شديد عليهم لأن فيهم ميزة الجمال هل أأثن بذلك نعم هذا من باب من باب الحفظ لهم والاحتياط لهم والشفقة عليهم فجزاك الله خيرا ولكن لا يستد خوفك عليهم حتى يبلغ الوسواس بل هو خوف خوف طبيعي عادي نعم يقول ما مناسبة هذه السورة فضيلة الشيخ وسبب نزولها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة يعني لما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم ف وسقط سلطان القريش التي كانت تصد الناس عن دين الله عز وجل لما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم دخل الناس في دين الله أفواجا يعني فتح مكة نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذه أخت سائلة تقول بالنسبة للمرأة هل ورد عند الولادة بأنها تقرأ شيء من الآيات كي تخفف الولادة لا أعلم شيئا من هذا ولكن تدعو الله تدعو الله أن يخفف عنها تدعو الله أن يشفيها الدعاء مطلوق نعم هل ورد يا شيخ صالح بأن صوم المسلم عبادة وأن نوم المسلم عبادة في رمضان إذا نوى به التقوي على الصيام وعلى قيام الليل فإنه يكون عبادة نعم يقول السائل أبو خالد يا شيخ هل ورد بأن السلف كانوا يتباشرون إذا دخل الشتاء يقولون طال ليله فنقومه ويقصر النهار فنصومه أما يقصر النهار فلا أعلم لكن أنهم يحبون الشتاء لأجل طول الليل هذا ورد عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه كان يحب الشتاء من أجل طول الليل لأجل القيام قيام الليل أو لأجل النوم لأجل قيام الليل يكثر قيامه فيه نعم فضيلة الشيخ بالنسبة للآيات والأحاديث الذي تحفظ الإنسان من العين ما أبرز هذه الآيات وهذه الأحاديث قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس القواقل الثلاث هذه تحفظ الإنسان بإذن الله إذا قرأ صباحا ومساء نعم يقول السائل يا شيخ في الآية الكريمة وقولوا للناس حسن ماذا يشمل هذا الحسن يا شيخ يعني لطف الكلام وولين الكلام مع الناس قولوا للناس حسن أحسن القول ولا تقابل الناس بالكلام السيء والجارح نعم أخيرا نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول ما منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه في المزاح مع صحابته رضوان الله عليهم وصلى الله على محمد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق يمزح ولا يقول إلا حق مثل ما قال لرجل جاءه يريد أن يحمله على بعير يعني يعطيه بعيرا يركبه فقال صلى الله عليه وسلم لا أحمل أنك على ولد الناقة الرجل فهم ولد الناقة يعني الصغير قال وماذا أصنع به قال وهل يلد الإبل إلا النوق نعم شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقائنا هذا وأرجو من سماحتكم يا شيخ قبل أن نودع الإخوة والأخوات أن نذكر بجهود رجال أمننا البواسل في الحدود وهم يحمون هذه البلاد ويحمون حدودنا فجزاهم الله خير ولعل لكم كلمة ختمية نعم نسأل الله لجنودنا على الحدود وفي أي مكان حتى في مواقع الحراسة في البلد ما هو قاصر على الحدود يعني قيامهم بالحراسة في البلد هذا من من أفضل الأعمال وهذا من حراسة المسلمين وحراسة البلاد وحماية الثغور فيرجى لهم الخير في ذلك والأجر العظيم فعليهم أن يحتسبوا الأجر من الله علينا أن ندعو الله لهم بالتوفيق والإعانة وصلاح النية فهذا ما يجب على الجميع شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح وبرك الله فيكم ورفع ذكركم في الدارين أشكر فريق العمل من الفنيين والمعدين والمخرجين وأشكر زميلي مخرج هذه الحلقة سلطان العتيبي الذي أخرج هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اشتركوا في القناة